بسم الله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي هذا الفيديو هو عن روتين كان عجل في الخبز أو نصوي بأشياء للمجمد لك تديني واحد لمدة من الزمن وش مقا كل النهار كان عجل كل النهار نصوي شوية شناك لا باش ماش دليل وقت ندير شي حاجات كتفيدني أكثر ما بقى واقفة في الكوزينة لأني أنا ما تولدش باش نبقى غير واقفة في الكوزينة لا ولكن نظم حياتي باش نعرف اش ندير كل النساء خاصة من ينظموا حياتهم على هذا النمط هذا باش يبدوا يكون عندهم الوقت الفائض لأنفسهم والأزواجهم والحياتم هما والطموحهم لهذا حبيباتي الموظفات يصلح لهم هذا البرنامج هذا كتشدي يا إما تفيقي بكري ولكن من الأحسن تشدي غرب الليل واحد الوقت ساعة ديال الزمان حدي دي كل نهار ساعة كل ساعة في الأسبوع نعسيوا ليداتك بكري تسعود يكون كل شي مشاي نعسي هنا ، يتخل هناك كوزينة كوزينة قد ترجعMo Tate قنع موضع في الغطة مكونات التي تصاودي في الساعة هذه حدي ديلها 1 ساعة نحن الامر وستمو إصحي الأطبال تحتمكنك فدر المزيد للسرعة تصووي برنامج 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 1 مصنع جوجكيك سوف تصووي بارك في الرئيس في بخصوص يمكنك الحيار مرة أخرى ديال البيتزات الصغار جوج بلاطوات نقوله 30 بيتزا صغيرة مملاحة سوف تصوبي اعطال الله ميدار يعني تحددوا الوقت ديالكم هنا أنا حبيباتي سأطلع معاكم ونصطغن ديالكم الكوزانة ديالي تشوفوا الروتين ديال اللي عجينا سأعجن بالدقيقة القمح الكامل هنا كان حدد حتى أنا لكانت الحرارة أو عندي ميدار في النار كتعرفوني أنا أرمى لخصيني نصابوا ريقاتي الراسين وكقدامة في نفس الوقت على القناة كي أخذ مني وقت ديال المونتاج وهذا لهذا حبيباتي كان مرات كان نخصص وقت بالليل كان ندير فيه هاد الأشياء هادوه وبلعشية ونفس الشيء يعني من برمجة الوقت ديالي هنا شديت هاد الليلة هادي كانت 11 ديال الليل قلت علش اللي أخذ جمع طلعي برمجت قبل وطلعت نعجن اخذ من الخبز غادي ندخل لكوزينة صطح وغادي نطيبوه في فران ديال الصطح حبيباتي حبيباتي هنا درتت استادي الزلايف زلايف العادية اللي كيكونوا في كل البيت او الجبانية او هاد الاناها ديال الزجاج او البرسلين اا من الدقيق القمح اللي أنا كنت شتوني نقيتو ووصلته في الدار وطحنتو ديتوا الماكينارا كيلي فيديوه ديالو مغربة الهنايا ما درت فيه نخاله 6 من دقيق القمح 3 من دقيق الابيض نشد حبيباتين غربة لهم نشد هذه الزلافة نفس اللي انا درت فيها خمسة المعلقة الصغر او الملاعق الصغر او الكتشرة الصغر ديال الخميرة حبيبات وغادي ندير فيها خمسة ديال السقر الساندة او السقر الخاشن وغادي ندير فيها قليل من دقيق الاحرش او اي دقيق عندكم معلاش كون خلطهم زينا باش هذيك الخميرة مت تتعلق لنا و جلاس قفل اينا ندروا عليهم المادة فيه دقيق القبح ما كيبغيش لمسخهم بزف وكيبغي يعني غري الله تطلع الخميرة دريف الفرن يعني يكون طالع مش حتى يخمر يعني لا تخمر لكم بزف كي تفتش ويجيكم هابط نحن نخلو الخميرة ديال نحتط طلع في هذيك زلافة الماكي ما كيبغي يكون سخون بزف هنا يدرت شوية ديال ملح در شوية ديال الحرش هذيك المغربة من هذيك وضوب ديال ملح بالماده فيه خلطت العجينة ديالي درت الخميرة فاش طلعت بديت كان دليك الكلكم كتعفو دليك سمحوا لي ما خليش الفيديو كاميرا لانو ديال مكنت بحيدة تريكوية ديال مره مراكبان وعلى قدام الكاميرا دلكت العجينة ديالي مزيان هنا طبعا نراكت لكم الممي يكون سخون بزف غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح حبيباتي حيبتي فاش طلعت العجينة ديالي غطيتها بورق للي من يمس ولي فان ما كانش عندي في المطبخ ديال السطح وغطيتها بهذا كليزار خليتها تخمر على بين ما تخمر انا رتحت واحد شوية باش نقرس الخبز ديال حيبتي فاش طلعت العجينة ديالي ما كان خليهاش طلع تطلع تطلع تتفتح لا غير كت نحسبها بدات كتطلع كان شد نزيني ديالي كان شد واحد البلاطو كان دير في شوية ديالي احرش اي حاجة بغيت انا نقرس بها كان فرق كان شد ندير الحجم ديالي الخبزات اللي بغيت انا هذا القطع شتوني قطعت فيها انا نديرهم صغار الحبزات سنقرس في البلاطو تمام ما نرقوهم بزاف لانو النقمح هل يقدرهم تطلعة كان نديرهم على واحد اللي زار مننا وكان غطيهم بزارة eخر ما كان خليهم شعرية هنينيه اللي حطيتها سوف نغطيها و نبقى ماشي على هذه الطريقة حبيبتي الابنات الذين يأتيون مع وجه ملللت حطي الضورة الكركوبة هذه البولة العجينة مزيدة حطيها في المكان يبقى واحد ليد يدري بها دائرة و تضربها كما بعين في الفيديو حبيبتي تشوفوا هذا القمح عن طريقة التارسة لا يزل منطل عديد قمت الكريب يقرس خبز على الماء و على البلاطون يضرب الاجباء فقم القمح لا تتوقع أخرى ي abort! من الفران يكون مسخنة على حسب كل وحدة و درجة حرارة هنا اقتصاد الفران يسخن ساعة أو نصف ساعة أو عشرين دقيقة ثلاثة دقيقة يسخن ثلاثة دقيقة يسخن نقص النار اذا كانت النار مجهده الخبز يحرق و لا يطيب من الداخل و اذا كانت نقص الخبز يحرق و نهاشف و لايبات يستطيع النار لذا يجب النار متوسطة ما هي مجهده بجهده ما هي نقصه دقيقة و نحن نقص الخبز ندخل الخبز هذا هو الخبز الزياري حتى صورته نضيف السليفان نضيف المص نضيف الخبز نضيف السليفان نضيف السليفان نضيف الخبز 28 خبز 29 خبز نضيف الخبز 10 ايام 15 يوم نتمنى أن هذا الخبز نتمنى أنه غير الخبز نتمنى أنه يحبكم ونحبكم كامل